للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف بولاية تلمسان عادات وتقاليد خاصة بالمنطقة فهكذا كانت الاحتفالة بإحدى الروادات بمدينة نضرومة تزينت البراعم بألبسة تقليدية نشاطات ومدائح دينية اليوم ككل مسلمين نحتفل بيعيد المولد النبوي الشريف ونتمنى أن يعاد علينا بالصحة والعنى والهدف من هذا الحفل هو غرس حب الرسول في نفوس الأطفال والمحافظة على عادات وتقاليد مدينة نضرومة بزي الكراكو الشدة الجس غرس حب الرسول صلى الله عليه وسلم لدى الأطفال والاقتداء بسيرته من بين أهداف الاحتفالات بالمناسبة ولد رسول الهدى يوم الاثنين اثناء عصر ربيع الأول عام الفي أمه آمينة بنت واهبين أبو عبد الله بن عبد المطلب مرضعته حليمة السعادية أبو حمد نبينا أمه آمينة أبو عبد الله بن عبد المطلب الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم سيكونون خير خلف لخير سلف جيل متشبع بأخلاق وسيرة خير الأنامة محمد صلى الله عليه وسلم أمه آمينة